اشتركوا في القناة وذلك بحضور عدد من المعنيين والمختصين بالقطاع وقد دع الشمري خلال اللقاء إلى مزيد من التعاون من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنمية وازدهار القطاع لدعم الاقتصاد المحلي خاصة أن قطاع النقل والمواصلات يعد واحدا من القطاعات الرئيسية الدعمة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاع مع الجهات ذات العلاقة حقيقة هذا اللقاء هو من ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها غرفة جهة صناعة البحرين لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم كل قطاع على حدة اليوم نستعرض المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع النقل والتي تولي حقيقة حكومة المملكة اهتمام كبير نظرا لأهميته بالنسبة لقطاع الاستيراد والتصدير كذلك نتطلع إلى تذيل العقوبات التي تواجه قطاع النقل على المنافذ الجمهورية بين دول مجلس التعاون شهدت بورصة البحرين هذا الاسبوع ارتفاعا لمؤشر البحرين العام بلغ 10.98 نقطة عن معدل الأقفال السابق في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 3.73 نقطة عن الأقفال السابق التفاصيل في سياق التقرير الاسبوعي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11.925.740 سهم ووحدة بقيمة إجمالية قدرها 3.524.000 دينار نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال 260 صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم عشر شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.393.490 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 58 صفقة وقد كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.76.28 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 100 وصفقتين أما على مستوى الشركات فقد جاءت ألمنيوم البحرين ألبع في المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في حين احتل المركز الثاني البنك الأهلي في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة